امبرح عمر كمال عبدالواحد ورامر ربيعة واحتفالهم والقلق اللي حصلوا ليه تحتفلوا بالطريقة ديت والضربات الترجيح لسه شغالة وانت مكنش متقدم حده في ضربات الترجيح انا شخصين انتقدت هذا الامر يعني انه عادة لعيبت النادي الاني بتبقى مركزة جدا في شغلها وفي المجهود اللي بتعمله يعني هو السوش النادي طبعا ما اثرها على الناس كلها طبعا هو فيه لعيب كرة سالة مشهور قوي في امريكا بلعب يعني بيحبين الاحتفال ده اسمه نايت نايت حتى يعني هم بيعملوا اللعيبة بيقلدوه ورامر بيقلدوه اكتر من لعب اخر لكن عمر كمال عمل الاحتفال ده يعني اكتر من مرة وهو في مودرن يعني الاحتفال ده عمله اكتر من مرة حتى هو في مودرن انا حاول بس يعني ايه اثبتلك ده بالدليل قطع قدام المشاهدين ديواتي شباب عنده يا جماعة دوروا على صور لعمر كمال. يعني ياريت يا جماعة لو صورة. لو مش عارف. اه. اه. يعني مش عارف دي هبان عندي. حلو. ادي صورة لعمر كمال. انا انا هستأذنك هستأذنك. اهي. هنبعتها اللي اه اللي احمد الدرامالي. هنبعتها دلوقتي اللي احمد الدرامالي. استاذ احمد درامالي رئيس التحرير. ادي مع مع نجوم مدر لهم. اه. عشان الناس تبعى عارفة اللي احتفال ده كرر اكتر من مرة. طيب عمر كمال عبدالواحد وانت بتبعت كده متعود انه يعمل الاحتفال ده في مودر. رامي ربيعة. بيقلت بقى بتاع نايت نايت. لكن عمر كمال نفسه قالك انا ما شفتش رامي هو بيعمل الاحتفال. طب هو ليه برضو عمر عمل الاحتفال ده في الماتش ده تحديدا. اه. برضو دي نقطة يعني 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 مفروض انها مبرر لكنها قد تأخذ على يعني اه اخونا اه عمر كمال. انه هو يعني وعد ليلة اه اخت خطبته انه هو يعمل الاحتفال ده لانها كانت بتقلده. فقال لها انا انا باول ما هجيب جون. اه. هعمل نفس الاحتفال. وبرضو الصورة عند اخونا اه احمر الدرمالي. انا رضا حالا دلوقتي. عشان الناس تبقى عارفة. اه. دي برضو من الحاجات يعني اللي انا مندهش لها يعني. اه. يعني الفكرة السوشال ميديا مؤثرة. لان العادة الاهلي كانت بتفكر ازاي تحتفل بالكاس. ازاي لو جبت جون هعمل ايه. اه لو اه وفي بعض الناس بارت تشتغل المقولين. اه. بقول لك ايه تعاني تقاول النهاردة انا هعمل مداخلة مع افلان بكزا. ولو تلاقي تضيف عند افلان بكزا. وفي تلات اربعة بده هم اللي يترجعون القصة دي. فالناس يعني احتفلت. وشكرا بلا كان بيكرب صح. لعبت الاهلي احتفلت. وبعض الجاميري احتفلت. وكان فيه ثقة زي ده. انا مش عايز احمل كل حاجة احمد بلاد لفكرة. لان الموضوع ده كان نهج عام. واحمد بلاد جزء منه. بس كمين احمد بلاد فالناس بلا يتمسك في احمد بلاد.